كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن إطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي وتنظيم الاستثمار فيهما ومكافحة التصحر من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة وتوفير ستة ملايين شتلة والعمل على إعادة تأهيل ستين ألف هكتار من أراضي المراعي وتقوم أكثر من مئة موقع مستهدفة بمثابة متنزهات برية إلى جانب تطوير أربعة وعشرين متنزها وطنيا خلال السنوات الأربعة المقبلة إضافة إلى سبعة عشر مبادرة للارتقاء وتطوير العمل البيئي مستعرضة تطبيق التشجير الذي تنوي إطلاقه قريبا وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الغابات تغطي من نسبته واحد في المئة من إجمالي مساحة المملكة معنا الآن مشاهدين من الرياضة دكتور عبدالله أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أهلا بك دكتور معنا يعني واحد في المئة فقط وإن كانت مناطق صحراوية بس واحد في المئة فقط من الغابات تغطي من السعودية رقم قليل جدا 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 إلى أي مدى هذه المبادرتين أو المبادرتين التي سيتم إطلاقهما ستحقق نسبة أكبر من ذلك بكثير وما هي النسبة التي ترمون إليها أهلا وسهلا بالنسبة للغابات والرقم فهو واحد بالمئة من أكثر من 2 مليون كيلو متر من مساحة المملكة وهذه الغابات هي مكان معين له وصف علمي بمسمى الغابات لكن ما تسعى له الوزارة هو تنمية الغطاء النباتي كافة في المملكة وهذا ينطلق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب نعم نعم طيب يعني هذا الغطاء النباتي ما هو الهدف الذي تسعون إليه طبعا ونهيك عن فوائده أيضا في مكافحة التصحر في أيضا تأثيراته على المناخ وعلى جودة الهواء أيضا نعم الوزارة تنظر إلى مبادرة التشجير ومكافحة التصحر على أنها توفر غطاء بيئي كامل ونمط حياة متكامل للأحياء الفطرية والحيوانات والطيور التي تعيش فيها تعرفين أيضا أنت قيمة الأشجار بالنسبة لاستهلاك الثاني أكسيد الكربون وتصدير الأكسجين وأهمية ذلك لسكان المدن والمناطق الريفية الوزارة بدأت فعليا في هذه المبادرة وإن شاء الله بنهاية هذا العام 2018 سنكون زرعنا أكثر من مليونين شجرة في أنحاء المملكة هذه الأشجار أود أؤكد على أنها أشجار محلية من طبيعة كل منطقة لا تستهلك المياه الجوفية وإنما تسعى الوزارة للاستفادة من المياه المتجددة مصادر المياه المتجددة حصاد الأمطار مياه الصرف المعالجة وغير ذلك من مصادر المياه التي يمكن أن تكون رافدا مهما للغطاء المباتي في المملكة نعم نعم طيب إلى أي مدى هناك أيضا دور للتوعية يجب أن يكون مرافق لمثل هذه المبادرات توعية بالنسبة للجمهور بأهمية هذا الغطاء النباتي وأهمية المحافظة عليه والمساهمة فيها أيضا شخصيا يعني جميل نعم المبادرة تنطلق بأربعة ملايين شجرة وهناك ستة ملايين أخرى وضعت للقطاع الخاص ومساة المجتمع المدني والأفراد نحن نسعى من هذا إلى أن كل من يزرع شجرة فإنه سيعرف قيمة الشجرة سيوقف الاحتطاب إذا عرف أن هذه الشجرة التي زرعها واستهلكت الكثير من الوقت لتصل إلى الحجم الذي يمكن أن توفر ظل أو بيئة للأحياء الأخرى لن يجرؤ أو سيشعر بالألم حينما يستخدمها في الاحتطاب هذا أحد أبرز المهددات أيضا الرعي الجائر الرعي الجائر يهدد مناطق كثيرة من مناطق المملكة وسعينا لحث الجمهور على المشاركة في مبادرات الاستزراع هو لجزء منه توعوي نعم نعم شكرا جزيلا لك كان معنا من الرياضة الدكتور عبدالله أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزرعة